بسم الله الرحمن الرحيم معكم الأستاذة زهر أخباز في هذا التسجيل أود أن أشارككم الحديث عن تعديل السلوك فبطريقة ما نحن نطبقه خلال تدريسنا ودخولنا الصفوف وتعاوننا مع الطلاب في التدريس والمدرسة مرة شاهدت فيديو أو عفوا برنامج كان يعرض فيه عائلة استعانت بخصائي أطفال لتعديل بعض السلوكات في ابنتهم منها كان عادة النوم متأخرة والسهر فمن المقاطع أو من المشاهد التي مرت في تعديل هذا الأمر السهر والتأخر في النوم كانت الطفلة كلما وضعها أهلاف السرير يعني انتهى النهار وقدوا أنشطتهم وصار وقت نوم الطفلة وضعوها في غرفتها على أساس أن تنام وأطفئة الأنوار كانت طبعا هناك كاميرا للمتابعة بين لمشاهد الطفلة ماذا تفعل ولدينا أيضا تواصل من خلال السماعات بين أخصائي الطفل والأهل فأخصائي الطفل لم تكن هي في الواجهة وإنما يوجد تواصل بدون أن تشاهدها الطفلة بين الأهل وبينها لتقدم لهم الحل من خلال مشاهدتها في الكاميرا سلوكات الطفلة المهم فكانت الطفلة عندما وضعوا الطفلة بالغرفة يراقبونها فعندما يشاهدون في الكاميرا أنها قامت من سريرها كان الأب تخبره وتقول له الأخصائية أن يعود يدخل الغرفة ويعيدها إلى السرير تكرر هذا الأمر تقريبا ثلاثين مرات الطفلة تقوم من سريرها والأب يدخل ويعيدها إلى السرير فلاحظوا التعب والجهد للتأكيد على تغيير عادة خاطئة فالعادة كما نقول عادة صارت متأصلة أن تغير مسار شخص في تنفيذ أمر ما ليس سحر تحتاج إلى صبر لتصل إلى غايتك في تحقيقه الهدف الذي تسعى له في سلوك معين يعني في المدرسة لنقل اختبارات أنت تراقب مثلا تدرس لنقل حلقة ثانية فخلال مراقبتك وتنفيذك الاختبار تحتاج إلى تكرار التنبيه لماذا؟ لأن الطلاب الذين وصلوا ليك إلى الصف السابع مثلا هم مروا خلال سنوات بتجارب مختلفة معاملات مختلفة قبل أساتذة التي نتعامل معهم وللأسف في العموم حسب ملاحظتي أشاهد استهتار من المعلمين بحجة التيسير بحجة اختصار الكلام قبول كثير من المخالفات الامتحانية والمخالفات بحق كتابة الاختبار على أساس أنهم يسروا الأمر ويراعوا الظروف وغير ذلك وأنا أجدها صراحة هي أعذار وما يقومون به هو الإراحة نفسهم واقتصار الكلام وعلى أساس أن لا يخضوا فيه نقاشات سواء الطالب أو أهله فيقبلون الطالب حتى لو كان مخالفا في أمر يخص الامتحان ويضعون له العلامة ويصححون ورقته مثلا نجد استهتار في استخدام القلم الأزرق الناشف في الحل فصرت تشاهد حتى في الحلقة الثانية من يحل بالأسود من يحل بالرصاص مع العلم أنه الاختبارات حتى في الصف الأول يجب أن تكون الأزرق الناشف ولكن يرعى الطالب صف الأول ويأخذ بحله بالرصاص عندك مثلا خلال الاختبار يجب أن لا يكون هناك أي حديث ولا أي استفسار يعني أن يسأل الطالب عن ورقة الأسئلة المفروض لا يحق له سؤال أي شيء إلا إذا كان لديك خطأ في الطباعة فالاختبار هو المرحلة التي يجب أن يحل فيها الطالب لا أن يسأل المعلم يعني سؤال المعلم والحديث معه وهو خلال حصص الدرسية أما الاختبار فهو الوقت الهادئ في القاعة الذي ينتبه ويركز فيه المتعلم مع ورقته ولا يسأل إلا إذا كان هناك مشكلة في السؤال أو خطأ في الطباعة يعني مثلا أنا أذكر في امتحان البكالوريا كان هناك مشكلة في السؤال لا يمكن حله وفي آخر الوقت تم التنبيه وحذف السؤال فأنت عندما تراقب وتريد إرساء قواعد الامتحان ستجد نفسك تنبه وتكرر التنبيه يعني يسأل طالب فتقول له يجب أن لا تتحدث في الاختبار لا يكفي هذا التنبيه ستجد نفسك تعيده لزميله الذي أيضا يتحدث يقول مثلا الأسئلة سهلة هذه التعليقات أيضا خلصت فأنت تحاول أن تعيده إلى قواعد الاختبار تقول له لا تتحدث تقريبا يعني تعيد نفس التنبيه هذا كنا يعني في مجال فقط أنك تريد منهم ألا يتحدثوا تجد نفسك تعيد التوجيه عشر مرات على الأقل دون مبالغة لأنك تتعامل مع ثلاثون طالب وسطيا يعني المدارس في سوريا لا يجد فيها حالة نادرة أن يكون لديك أقل من ثلاثين طالب غالبا صفوف ما يقارب ثلاثين طالب أو حتى أكثر فأنت تتعامل مع هذا الجمع لتصحح الأخطاء التي عاشوها في تقديم الاختبارات ستجد نفسك تكرر التنبيه أيضا أن يكون أحدهم أن يحاول الغش من خلال زميله بالالتفات يمينه يساره فأيضا تحتاج إلى تذكيره بأنه لا يجب أن يتلفت لأنه تعود من البداية أنه عندما يخالج تعليمات الاختبار ويتلفت أو يتحدث في نية الغش يعني مثلا من العادات أن يكون أحدهم عندما يخرج يريد أن يسلم وهو يخرج وهو خارج لتسليم المراقة تجده يتحدث ويخبر زميله بشيء من الحل فأنت تجد نفسك تنبيه لا تستطيع أن تطبق قواعد الغش لأن هذه المخالفات الأسئلة في القاعة الامتحانية الحديث بأمور لا علاقة لها بالاختبار محاولة الغش كلها تعتبر ضمن تشويش الاختبار وتعطيله ومحاولات الغش فكلها عليها مخالفة فلأنه تعود بتجاوزه قواعد الاختبار هذا إذا كان أحدهم أخبره ما هي قواعد الاختبار تعود أنه دائما فقط ينبه شفهيا لا يوجد أي إجراء فعلي يطبق عليه فبالتالي هو يعلم أنك ستكتفي أيضا فقط بتنبيهه وإذا حدث وحاولت أن تطبق قواعد الاختبار يعني لا تجد فقط الطالب هو من يناقشك في الأمر وأنما زملائه أيضا وأيضا ربما زملائك أنت في العمل فالأمور متعقدة وكأنك تسعى إلى أرساء فكر صحيح لدى الطالب وزملائه وحتى أيضا زملائك يعني في العمل فبالتالي لا تعجب عندما تكرر أمر معين أكثر من مرة خلال حصة واحدة لأنك تحاول التوجيه لأمر اعتادوا فعله خطأ وأنت لا تتعامل مع شخص يعني لاحظ أنا ضربت مثال في بداية التسجيل تعامل مع طفلة كيف كان صعبا واحتاجا تكرار التأكيد على الفعل الصحيح تقريبا ثلاثين مرة فأنت هنا تحاول التأكيد على فعل صحيح أمام أو لدى مجموعة من الطلاب وليس واحد فكان الله في عوننا وألهمنا الصبر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر